أليني أخدك واروح على آخر التطورات الدولية على صعيد الصراع العربي الصهيوني في المنطقة غراط من الكيان الصهيوني المحتلة على سوريا وعلى جنوب لبنان وتقتل فيها قيادات إيرانية يا ترى يا هل ترى رد الفعل هيبقى إيه ويا ترى يا هل ترى إيه نواتج اللي بيحصل ده معانا على التليفون الكاتب والمحلل السياسي اللبناني الكبير أستاذ محمد الرز أهلا بك فندم أهلا بحضرتك سيد يوسف أهلا بك سيد محمد يعني بعد هذه الغراط الصهيونية على جنوب لبنان وعلى الأراضي السورية تتوقع أي شكل من أشكال الردود يعني أو ردود الأفعال خاصة أنه ما تم إعلانه في تقارير صحفية أن هناك قيادات إيرانية تم اغتيالها بسبب هذا القصف نعم هو في الواقع يعني بعيدا عن الحرب النفسية التي يحاول شنها الكيان الإسرائيلي فهناك وقائع على الأرض وحقائق مشهودة نحن اليوم نرى نكاليه يخوطه خط عشواء يهدد إيران ويفتعد لفتحها شاملة معه يهدد إيران ويفتعد قياداتها في سوريا ويقطح من الضفة الغربية ويهدد جنوب أفريق ويتفكد اتفاق أسلو ولاتفاق ودي عربة مع الأردن إنما أعلم اليوم استمرار سيطرته الأمنية على المناطق مقابل غرب الأرض ويأعمل حتى على خرق اتفاق كام ديفيد في شارع صلاح الدين الحدودي ويجرب التحرش بمصر في إكذوبة إقفال المعابر أمام المساعدات يدفع إلى توسيع الحرب لتشمر الوطة كلها وهذا ما حذر منه بلينكين وزير خرجية أمريكا في منتدى ديفوس الأخير حيما قال أن الشرق الأوسط تتجه بقوة وواقعية نحن توسيع الحرب وهو ما ترفضه أمريكا لكننا دائما نعتبر الموقف الأمريكي داخل دائرة الشك لأنه في نفس اليوم هبطت طائرات 36 الاستراتيجية أمريكية في طبروس نتائه وعد الأسئل الأمريكي وعد الإسرائيليين بصحق حماس وتحرير الأسرة وتهجير أهل غزة إلى ثناء ودول أخرى وأن الحرب لن تدوم سوى أسابيع قليلة كما جرى في حروب سابقة على القطاع مثل عملية الرصاص المصبوب أو عملية الجافة الصامد وقال نتنياهو أن غزة ستصبح بيد إسرائيل وستكون واحة للسياحة والزراعة وأن أبار الغاز والنفط في بحر غزة ستستثمرها إسرائيل ويتم تدفق الغاز إلى أوروبا تعوجدا عن ما حدث في أوكرانيا ويحدث في أوكرانيا كل هذه الأهداف استاذ يوسف لم يتحقق منها شيء والحرب تدخل شهرها الرابع وعداد الخسائر في الجنود الإسرائيليين كل يوم يتصاعد وتتفاقم أزمة تهجير 300 ألف مستوطن من غلاف غزة وشمال فلسطين ويعلن نتنياهو أن المعارك قد تبتد إلى العام 2025 في هذا الوقت تظهر بوضوح الانهيارات السياسية والشعبية والمجتمعية داخل الكيانة الإسرائيلي بين الحكومة والأهالي وبين الحكومة والمعارضة وداخل الحكومة نفسها وبين الحكومة والجيش منذ ساعات حاول وزير الدفاع اقتحام مكتب نتنياهو وقد وصل الأمر إلى اشتباك بالأيدي الجيش الإسرائيلي كل ما فعله الآن دمر 300 ألف مبنى في غزة وقتل 25 ألف شهيد تقريبا هذا التدمير لا يحقق الانتصار حضرتك بتعرف هتلر عندما أراض اجتياح روسيا دمر كل المدن والمناطق والبلدات من الحدود حتى ستالينجرود لكنه خسر الحرب صحيح سقوط الأهداف سقوط المشاريع يعني خسارة الحرب يحاول نتنياهو أن يؤمن مستقبله السياسي أن يصبح اسمه موجودا بين أسماء القادة الإسرائيليين الكبار الذين يتفاهون بهم لكنه لم يصل إلى هذه المسألة إطلاقا في بدايات نحن نرى أكثر من ذلك بدايات نشهد سقوط مقومات الدولة في الكيانة الإسرائيلي التي يحاولون تثبيتها منذ أكثر من 75 عاما سقوط الدولة أو سقوط حكومة نتنياهو أشيز محمد يعني في النهاية لسنا نحن من وسعنا بالتأكيد دائرة الصراع التي يحذر منها أنتوني بلينكين وإنما هم الذين وسعوا دوائر الصراع وهم الذين بعتوا قطع العسكرية الأمريكية والطائرات إلى آخره وبالتالي كانوا يحاولون من تقوية شوكة حكومة نتنياهو الإيباك يدعم نتنياهو في الداخل الأمريكي تعتقد أن الدولة في إسرائيل هي التي تذهب إلى سقوط ولا هذه الحكومة تذهب إلى سقوط يعني هو سقوط الحكومة الآن حسب ما هو متوقع بسبب كل الظواهر والدلائل التي نشاهدها يصب في شكل أو بآخر في بداية سقوط مقومات الدولة في الكيانة الإسرائيلية الدول لا تقوم على المجازر ولا تقوم بالفصل العنصري ولا تقوم بإهدار الأخلاق الإنسانية واستعباد البشر ولا باعتبار اليهودي هو السيد وباقي البشر حيوانات ولا تقوم الدول ولا تستمر بحسابات شخصية عنصرية هناك بالتاريخ أمبراطوريات كثيرة اعتمدت هذه الأسليم فسقطت الآن صورة إسرائيل في الرأي العام العالمي تتصف بالعنصرية ووصلت إلى الحديد جلنت قالها منذ أسبوع بأن إسرائيل تشن على غزة حرب وجود وليس مجرد حرب احتلال حرب وجود عندما يصل نتنياهو إلى الفشل في غزة وهي معروفة بحجمها الزغرافي ومعروفة بقوة الفصائل التي تسجل صمودا أسطوريا في مواجهة أرجاش الإسرائيل هل يستطيع أن يحقق أي إجاز في لبنان مثلا؟ ده سؤال مهم يا سيد محمد ألا وهو أنه كل آلة الحرب الصهيونية بمنتهى التوحش للأسف دمرت تقريبا 90% من غزة وارتقى تقريبا 25 ألف شهيد لملاقات ربهم سبحانه وتعالى رحمة الله عليهم جميعا لكن هل تعتقد أنه توحش القوات الإسرائيلية في غزة القصف على الجنوب قصف سوريا وأيضا الآن تعمل إسرائيل ويمكن كان بقالها فترة على صناعة بنك أهداف سواء إذا كان من قيادات إيرانية أو من قيادات من حزب الله أو قيادات فلسطينية تعتقد أنه لن يوجد أي رد فعل من إيران ولا أنه إيران وارد أن تتدخل وتقوم بضرب العمق الإسرائيلي وهذا أمر بالمناسبة قد يزيد المنطقة اشتعالا والتهابا إيران وجهت رسائل قبل حوالي أسبوع أو عشرة أيام بصواريخ بارستية أطلقتها إلى سوريا والعراق وحتى باكستان هذه الطواريخ مداها 1250 كم يعني تريد أن تقول أنها تستطيع أن تصل إلى تل أبيب ولكن الآن هناك حسابات سياسية عند إيران أعتقد أن سيكون هناك رد ولكن سيكون الرد بالوكالة من تيار المقاومة أو ما يسمى تيار الممانعة في لبنان وعدد من الدول العربية سيكون هناك رد وحدة الساحات يعني نعم وحدة الساحات سيكون هناك رد خاصة وأن يعني نتنياهو حينما قرر غضو غزة أو الحرب على غزة كان وراه كل الترسانة العسكرية الأمريكية بناء لوعوده التي قالها وتصوره للحرب ولمن بعد الحرب الآن إسرائيل أمريكا لن تستطيع أن تنجر إلى حرب جديدة في الشرق الأوسط أمريكا بتشتغل بالوكالة هي كمان مشغلة الصهينة يعني مش وكأنهم هم بالفعل الوكيل بتاعها في المنطقة أنا بشكرك مرة تانية أستاذ محمد الراز الكاتب والمحلل السياسي اللبناني الكبير كل الشكر ليك في حديث حول ما يحدث على صعيد الصراع العربي الصهيوني في المنطقة واتساع رقعة الصراع للأسف الشديد ما زال الصراع يذهب إلى اتساعات مش إلى ضمور يعني نتمنى أن هذا الصراع يحصله حدى من حالاته ضمور فتهدأ المنطقة ولو قليلا شكرا المترجم للقناة